عاد إلينا من جديد المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية نجدد الترحيب به ونكرر السؤال ساعة المستشار عن الآلية التي اعتمدت من قبل وزارة الخارجية للتعامل مع فيروس كورونا في نطاق الاقتصاص بالطبع تمام مساء الخير أهلا وسلام الحقيقة تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس بالنسبة لترتيبات عودة المصريين المقيمين في مدينة وهان أو بالأحرى عودة من يرغب من إخواننا المصريين في مدينة وهان وفي إطار تنفيذ وزارة الخارجية ذلك وفي إطار جهود السفارة المصرية في فكين برئاسة السفير محمد البدري والحقيقة الدكتور محمد البدري الجهود متواصلة تقريبا من أول ما الأحداث بدأت بتواصله مع الجانب الصيني من ناحية ومع أبنائنا المصريين في مدينة وهان من ناحية أخرى أنا حابب بس أني أحدث لأستاذ المشاهدين التالي أن عملية سفر المواطنين إن شاء الله المزمع سفرهم اليوم هيكون على طائرة ستقلع بعد نحو 8 ساعات من الآن من مدينة وهان المصريين المتواجدين على الطائرة إن شاء الله مبدئيا بحصر استفارة هم حوالي 306 مصري وهم جميعا بحالة جيدة هناك بعض المصريين الذين لم يرغبون في العودة وطبعا ده ليهم مصلق الحرية ولكن من رغبوا جميعا هم 306 وسيستقلون الطائرة اليوم اللي هتتعود إلى أرض الوطن إن شاء الله من ناحية أخرى استفارة على أرض الواقع وفي إطار إدارة استفير دكتور محمد البدري للأزمة مع رئيس مع الصفارة المصرية والبعثة جميعا بيتولوا حاليا إدارة أوتوبيسات بتنتقل من بين كافة أرجاء مدينة وهان وهي مدينة كبيرة يعني يصل فيها العدد نحو حوالي 12 مليون فرد علشان يعني يصلوا إلى كل المصريين ويستقلوا الأوتوبيسات باتجاه المطار في نحو 13 أوتوبيس وهناك غرفة عمليات حاليا استفارة تقوم بالإشراف عليها داخل مقر البعثة من خلال متابعة سير كل السيارات والتأكد من عودة المصريين إلى المطار من ناحية أخرى وفي إطار إدارة الأزمة تم تعيين قائد للمجموعة من قبل المصريين أنفسهم برئاسة الدكتور محمد فودة ومعه الدكتور أحمد سماعيل من أبناء الجالية في مدينة وهان وأيضا تم تقسيم المصريين إلى عدد من المجموعات الفرعية على كل واحد فيهم قائد بحيث يتم التنسيق من ناحية أخرى استفارة بتنسأ حاليا بشكل مستمر مع السلطات الصينية والجهات الصينية كلها في مدينة وهان وفي بكين والأمن الصيني بشكل مستمر مع تقديم الدعم القنصلي لكل المواطنين يعني على سبيل المثال لو حد بالصدفة بصفوره مش معه أو كان دخل المدينة ومعهوش وفيفة بيتم التأكد أن السفارة لا يحول ذلك دون سفره من قبل الجانب أصلي وأكد للمواطن المصري حاجة تانية إذا سمحتني السفير محمد البادري سفرنا في الصين كان راغب بالذهاب بنفسه إلى مدينة وهان بقاله يمكن 7-8 يام بيطلب ده لكن الجانب الصيني رافض دخول السفير أو أي واحد من السفارة إلى المدينة لأنه إذا دخل لازم هيدخل حجر صحي